موسيقى برنامج سوق العمل يأتيكم بالشراكة مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام أسبوع جديد وقضايا محورية وملفات نوعية في القطاع الأضخم في المنطقة الذي يعد محركا رئيسا لمختلف مجالات التنمية الاقتصادية أهلا بكم مشاهدين في سوق العمل آخر أخبار القطاع هي أولى فقرات البرنامج نتابعها ثم نعود إليها موسيقى التقى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد من سليمان الراجحي في مكتبه بوزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بجمهورية أوغندا ونوقشت خلال اللقاء العديد من الموضوعات العمالية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين حيث أكد الطرفان على عمق العلاقة بين المملكة وجمهورية أوغندا وهمية تعزيز سبول التعاون قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع الأعمال الدكتور عبدالله أبو ثنين خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للتعليم الإلكتروني أن الوزارة لديها استراتيجية تشمل أربعة أهداف رئيسية هي تمكين المواطنين من دخول سوق العمل وزيادة المشاركة الاقتصادية للقوى العاملة السعودية ورفع كفاءة سوق العمل في المؤشرات الدولية توقع اقتصاديون ارتفاع حصيلة التبادل التجاري وعائدات الاستقدام بين المملكة وتايلند بنسبة 150% ليصل إلى 5 مليار ريال بالإضافة إلى تحويلات العمالة المنتظر عودتها إلى السوق السعودية عقب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وما تضمنته من اتفاقيات عديدة منها تعزيز الجانب الاقتصادي والتعاون الحكومي والقطاع الخاص بينهما تستعرض منصة قوى الرقمية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حلة التحول الرقمي في مؤتمر ليب الذي يعد الحدث التقني الأضخم عالميا وتهدف قوى إلى تسليط الضوء على حجم الخدمات الرقمية التي ساهمت في تسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بمنظومة العمل السعودية وإحداث نقلة نوعية تمكن سوق العمل وتعزز توسع واستمرارية الأعمال قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر رميان أن برنامج اكتفاء يهدف إلى توطين 70% من إجمالي الإنفاق في قطاع التوريد وسلاسل الإمداد وخلق بيئة أعمال توفر آلاف الوظائف وتمكن الصادرات من منتجات قطاع الطاقة السعودي ونوه إلى أن إنشاء مراكز التدريب الوطنية أدى إلى تخريج حوالي 33 ألف سعودي بمهارات جديدة جاء ذلك خلال كلمته في منتدى اكتفاء 2022 الذي تنظمه أرامكو مشاهدينا كان هذا الموجز فاصل قصير ونعود إليكم أهلا بكم في الحدث شددت وزارة الموالد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف مواقع ومقرات العمل حيث أعلن المتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ سعد آل حماد عبر حسابه في تويتر أنه ابتداء من الأول من فبراير يعتبر تلقي الجرعة التنشيطية شرطا لاستمرار حالة محصن وبالتالي الدخول لمقرات العمل لكل من أمضى ثمانية أشهر أو أكثر منذ تلقيه الجرعة الثانية نتابع التقرية التالي ثم نعود إليكم أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ سعد آل حماد عبر حسابه الرسمي في تويتر إنه بدءا من مطلع فبراير يعتبر تلقي الجرعة التنشيطية شرطا لاستمرار ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لكل من أمضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية كما أكد آل حماد أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في أماكن العمل وذلك في إطار ضمان بيئة عمل آمنة صحيا والحفاظ على سلامة العاملين والمراجعين وشدد آل حماد على ضرورة اكتفاء منشآت القطاعين العام والخاص بالتحقق من حالة التحسين والحالة الصحية خلال تطبيق توكلنا دون الحاجة لطلب أي فحوصات خارج البروتوكولات المعتمدة أو فرض إجراءات إضافية أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى ويسرني أن أرحب بضيفي عبر زوم المتحدث الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ سعد آل حماد أهلا بك في برنامج سوق العمل هياك الله أنا أهلا بك وأهلا بالسيدات وأستاذ المشاهدين بداية سسعد كيف تتم متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الواردة في القرار نعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ بدء الجائحة وحتى هذه اللحظة مستمرة في جولاتها الرقبية الميدانية والروتينية المجدولة على منشآت القطاع الخاص وأيضا على العاملين في منشآت القطاع الخاص للتأكد من التزام أيضا أصحاب المنشآت بطلب إبراس تطبيق توكن وأيضا التأكد من الحالة الصحية عند الدخول إلى مقارات العمل وأتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية داخل مقارات العمل لضمان بيئة عمل آمنة صحيا بإذن الله والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل من خلال ارتداء الكمامة وأيضا التباعد الجسدي وأيضا نؤكد على أهمية اليوم اتباع كافة الإجراءات الخاصة بالبروتوكولات المعتمدة من هيئة الصحة العامة وقاية وعدم فرض أي إجراءات أخرى في هذا الجانب جيد ماذا عن عقوبات المخالفين للإجراءات الاحترازية؟ طبعا يتم تطبيق كافة العقوبات الصادرة من الجهات المعنية سواء على المنشعات أو الأفراد المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية اليوم ولله الحمد هناك أرقام مبشرة في حالات التحصين تدل على ارتفاع الوعي الصحي لدى العاملين في القطاع الخاص ولدى أيضا الموظفين في القطاع العام في المملكة العربية السعودية وعلى مؤمنية بيئات العمل من الناحية الصحية هذا الأمر يستدعي مننا حقيقة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدبير الوقائية لا نود إقاع أي من المخالفات على منشآت القطاع الخاص نحن في أزمة جائحة كورونا ولازالت هذه الأزمة مستمرة وبالتالي تحتاج مننا العديد من التدبير الوقائية حتى نتجاوز هذه الأزمة بإذن الله سوية نعم جاء في البيان توجيه بعدم إضافة أي إجراءات احترازية أخرى غير ما ورد في البيان ماذا يعني ذلك؟ صحيح رصدنا مؤخرا أن هناك بعض المنشآت قامت بإضافة إجراءات إضافية للتحقق من جانب الأفراد لديها في منشآت القطاع الخاص وقامت بطلب أيضا فحوصات خارج البروتوكولات المعتمدة من هيئة الصحة العامة وقاية وهذا الأمر مرفوض وعلى ذلك نهيب بأهمية الالتزام البروتوكولات المعتمدة من هيئة الصحة العامة وقاية وعدم فرض أي إجراءات إضافية من قبل المنشآة وفقط الاعتماد على هذا البروتوكول المخصص لمنشآت القطاع الخاص والقطاع العامة نعم كيف يتم التبليغ عن المخالفات؟ يتم الإبلاغ من خلال تطبيق معه للرسل أو من خلال كافة قنوات الوزارة المتاحة في وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد 19911 إذا سمحت لي أخوي أنس أود حقيقة أن نذكر بنقطة مهمة استكمال التحصين اليوم بكامل الجرعات هو أمر مهم للحفاظ على مكتسباتنا التي وصلنا لها حتى هذه اللحظة والاستمرار في الأوضاع المستقرة التي ننعم بها والله الحمد في المملكة العربية السعودية إلى أن نتجاوز هذه الجائحة سويا بإذن الله هذا الأمر لن يتم إلا بالتعاون مع بعضنا ونتكاتف مع الجهود التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية منذ بدء الجائحة وحتى هذه اللحظة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم أولا بإذن الله جيد وأنت تحث على استكمال التحصين اسمح لي أسألك ماذا يحصل الموظف الذي لا يتزم بأخذ الجرعة الثالثة؟ طبعا نتحدث اليوم تأكيدا على بيان وزارة الداخلية الذي صدر مؤخرا حول أهمية استكمال التحصين بكافة الجرعات بابتداء من 1 فبراير تلقى الجرعة التنشطية شرط لاستمرار ظهور حالة محصن لذلك نحث دائما كافة المنشآت بالتأكد من الحالة الصحية في تطبيق توكنه في حال كان الموظف أو العامل حالته الصحية غير محصن فبلا شك لن تقوم هذه المنشآة بإدخال هذا الموظف أو هذا العامل وفي حال قامت هذه المنشآة بمثل هذه الممارسات يتم إقاء المخالفة على المنشآة وعلى العامل أو الموظف الذي لم يلتزم بجانب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وما تصدره الجهات المهنية في هذا ألم نعم ماذا عن الحالات المستثنى من إلزامية أخذ اللقاح؟ كيف يتم التعامل معها؟ هذا الجانب يمكن خاص في وزارة الصحة وأترك زملائي يقومون بالتعليق في هذا الأمر نظرا لما يخضى هذا الجانب من معايير وشروط معينة ولكن في حال تم ظهور حالة العامل أو الموظف أنه مستثنى من اللقاح فبالتالي بلا شك يقوم بإدخاله المسؤول عن التأكد من الحالة الصحية في تطبيق توكنه وفقا لتدابير الوقائي نعم ضيفي الأستاذ ساعد آل حماد شكرا لمداخلتك معنا في سوق العمل مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم أهلا بكم في الملف يستقبل سوق العمل السعودي في كل عام آلاف الخريجين الباحثين عن فرص وظيفية والذين يرتحقون به سنويا في مختلف التخصصات وتختلف الفرص التي يحصل عليها أولئك الخريجين في سوق العمل بحسب المهارات والقدرات التي يعملون على اكتسابها وتطويرها خلال دراستهم الجامعية وبعد انطلاق رحلتهم الوظيفية في سنواتها الأولى نتابع التقليل التالي ثم نعود إليكم يمثل انخراط الخريجين في سوق العمل واحدا من أهم التحديات التي تسعى مختلف القطاعات المعنية لتذليلها ومعالجتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية حيث تعمل بعض الجامعات على إطلاق برامج التدريب الموازي التي تستهدف إلحاق الطلاب بدورات تأهيلية عملية أثناء مسيرتهم الجامعية حيث ينخرط الطلاب في بيئات عمل مشابهة لما سيتم تطبيقه بعد التخرج وتعمل عدد من شركات الموارد البشرية والتوظيف من خلال برامج متخصصة لاستقطاب وتأهيل وتطوير الكفاءات النوعية مما يسهم في صقل مواهبهم وتعزيز مهاراتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة وقد أصبح سوق العمل السعودي خلال السنوات الأخيرة وجهة جاذبة لآلاف الخريجين وذلك بعد إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى توطين مختلف القطاعات التي رفعت نسبة انضمام الخريجين إلى سوق العمل منذ وقت مبكر وهذا ما يسهم في اكتساب العديد من الخبرات والمهارات الأساسية التي تنعكس على جودة المخرجات كما ساهم تغيير مفهوم ثقافة العمل لدى بعض الخريجين في تعزيز اقتناص الفرص فعيداً عن نوع الوظيفة والمقابل المالي أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى يصرني أن يرحب بضيفي في الأستوديو الأستاذ علي الحربي الرئيس التنفيذي للدولية للموارد البشرية والتوظيف وكذلك بضيفي الأستاذ بندر الموسى نائب الرئيس التنفيذي لشارك لأعمال التقنية والاتصال أهلا بكم في سوق العمل أهلا بكم في البداية أبدأ معك سيد علي حدثنا عن دور المشاريع التنموية في إضافة تخصصات ومهن نوعية في سوق العمل السعودي بلا شك أنه رؤية المملكة عشرين ثلاثين فيما يتعلق في المشاريع النوعية هدفها الأساسي هو خلق وظائف هذا الهدف الأساسي للمشاريع التنموية الكبيرة قد يكون المشاريع التنموية الكبيرة حاليا ما قاعدة تخلق وظائف بالشكل الذي يتخيلونها الناس أو الأرقام المؤلنة ولكن هي من هنا إلى عشرين ثلاثين حسب استراتيجية الرؤية إن شاء الله سيكون فيها عدد من الوظائف أكثر مما هو مكتوب في ملفات الرؤية هذا اعتقاد يعني نعم أنت حدث عن المشاريع التنموية هذا يقودني إلى سؤال للأستاذ فندر كيف أصبح سوق العمل السعودي جاذب ومصدر فعلي لبناء الخبرات واكتساب المهارات؟ طبعا المخرجات التعليمية كذلك الخبرات من خلال مخرجات كذلك السوق أوجدت وظائف وموظفين نوعيين ممكن أن يستثمرون في هذا القطاع وفي هذا الجانب جيد ماذا عن التخطيط الستراتيجي لنقل الخبرات تنمية المهارات النوعية؟ بلا شك أنه يعتمد هذا على دور الممارسة الحقيقية في بيئة العمل تطوير المهارات كذلك الممارسة من خلال شركات أجنبية على زي المثال من خلال دور الخبرات وبيوت الخبرة في تخريج أو في انخراط الباحثين على العمل أو الممارسين لهذه العمال حتى يخرجوا من هذه فتنتقل الخبرة من منصة عمل إلى منصة عمل أخرى وأنت تتحدث عن الباحثين عن العمل هنا سؤال للأستاذ علي ماذا عن الخريجين الجدد؟ كيف يكون اقتناص الفرص للدخول في سوق العمل؟ طبعا الآن من الأشياء الحقيقة المميزة التي قدمها صندوق تنمية المهارات البشرية هدف برنامج يسمى تمهير تمهير البرنامج هذا أعتبره جسر عبور يعني مهم وآمن جداً لصاحب العمل ويطالب العمل لشغل الوظائف المتاحة في القطاع الخاص تحديداً جيد ماذا عن استفادة القطاع الخاص من هذه البرامج؟ باعتقادي أنه برنامج تمهير برنامج مهم أثبت للقطاع الخاص أنه قيمة مضافة استفادوا منه كثير من أصحاب العمل والشركات وإحنا طبعا منهم استفادة كبيرة جداً لأنه برنامج تمهير يعطيك يعني يعطي الموظف ويعطي صاحب العمل فترة زمنية كافية أنه الاثنين يعرفون بعض أقل شيء هذا رقم واحد رقم اثنين يضيف للمتدرب لطالب العمل يضيف له الخبرة التي دائماً ينادي فيها صاحب العمل إذا كان يوظف أي أحد أنت ما عندك خبرة عملية أنت ما مارست أنت كذا لكن عندما يتدرب على رأس العمل لنفترض مثلاً جاء الشركة الدولية الموارد البشرية يريد أن يتدرب HR مثلاً فوجوده ست أشهر هو يتدرب على أقلها يعني ست إدارات أو ست أقسام في الموارد البشرية هذا كفيل أنه أنا أعينه في إدارة الموارد البشرية أنا كصاحب عمل وأنا مرتاح نعم أنت كصاحب عمل تستفيد أيضاً حتى المستفيدين من تمهير تصرف لهم مكافأة 3000 ريال وهذا شيء جيد جيد لكل الطرفين اكتساب خبرة لباحث عمل وكذلك لصاحب العمل أستاذ بندر لو ماذا عن تحفيز الخريجين على جدد الإنخراط في سوق العمل كيف يتم تحفيزهم طبعاً عملية التحفيز أول شي تكون من لبنة الأساسية وهي منزل من خلال أسرة الباحثة على العبد بما أنه حديث تخرج سواء كان من الصفوف التي هي الثانوية أو تخرج من الدبلوم أو تخرج كذلك من الجامعة البيئة الأكاديمية تختلف تماماً عن البيئة المهنية فبيكون حقيقة أعتبره دور أسري داخل الأسرة لعملية فهم طريقة الدخول إلى الوظيفة الخطوة الثانية الباحث عن العمل أو الراغب في الارتباط بالعمل يجب أن يعرف نفسه جيداً يجب أن يفهم كيف يخش على هذه الوظيفة أي شيء الوظيفة التي تكون مناسبة له في بداية الأمر يجب أن يكون أيضاً على اطلاع قبل الدخول إلى منصة معينة لأحدى الشركات يبحث فيها عن معلومات يبحث في أنشطة الشركة هذه أي شيء الدور الذي يمكن أن يناطبه حتى يكون مرتبط بهذه الوظيفة ويستطيع أن يؤدي فيها دور جيد جيد إذا تحدثنا عن التنظيمات الجديدة في حماية الحقوق وضمان تحقيق أهداف برامج التنمية البشرية ما هو دورها في دعم و جعل سوق العمل أكثر جاذبية؟ دائماً كلما كان النظام قوي يكون في مصلحة جميع الأطراف إذا كان النظام قوي أو خلق هذا النظام و شرع هذا النظام بطريقة عادلة من الأساس فهو حتماً سيكون مصدر قوة لإستمرارية الأعمال لكل الأطراف سواء لطالب عمل أو صاحب عمل أو كلها جيد أستاذ بندر لو تحدثنا أكثر عن دور قرارات التوطين في دعم وتوسيع الفرص للبحثين على العمل حقيقة بلا شك أنا أعتبر أن القرارات التوطين التي تخرج بين حين و الآخر هي عملية توجيه الموظفين إلى وظائف نوعية متخصصة سواء كانت وظائف مهنية مرتبطة مثلاً بوظائف الهندسة أو بوظائف المحاسبة أو بوظائف الفنية التحديدية هذا الوظائف مع عملية التطور مستقبلاً ستقل جميع الموظفين إلى مرحلة أبعد من ذلك اللي هي وظائف مستقبلية نحن عندنا في مستقبل مجموعة من وظائف مختلفة و في عملية تنفيذ المهمة معقدة كذلك يمكن جهوزية لهذه الوظائف في هذه الفترة في هذه المرحلة ليست فيها تطلع للوظائف المستقبلية يعني على سبيل الموظائف المستقبلية و وظائف متخصصين في البلوكتشين مثلاً نعم لا أعتقد أنه فيها بنظر الشخصية و برؤية الشخصية ما وجدت أحد يستطيع يقول أنه أعمل في وظيفة تحليل لبيانات أو لعلم بيانات ضخم في البلوكتشين مثلاً متى سنصل للمرحلة هذه إذا ما كان عندي أصلاً فريق أو عندي بيئة وظيفية مارست و انخرجت في الوظائف اليوم مشكورة عليها الوزارة في عملية رفع نسبة التوطين فيها يخلق عندي جيل يتبحر جيل يكتسب خبرات أكثر جيل يدخل في عملية التعقيدات بشكل أكبر حتى نستطيع أن نصل إلى الوظائف المستقبلي بإذن الله جيد أنا أسمح لأستاذ علي نفس السؤال حدثنا أكثر عن دور قرارات التوطين في دعم وتوسيع الفرص لألباحثين عن عمل لا شك أنه وزارة المارد البشرية يعني في القرارات المتسارعة طبعا الهدف هو توطين هذه الوظائف المهم من نسبة لي أنا أنه احنا نسير إلى الأمام سواء يعني كان القرار سليم 100% أو كان القرار أقل من ذلك وممكن يتراجع يعني وشفنا كثير قرارات من التوطين تعدلت فالمهم أنه احنا يعني بوجهة نظري أنه نحن نسير إلى الأمام وهذا أمر مهم جدا يعني تغير في العهد الجديد للوزارة الحالية أستاذ علي اسمح لي أسألك ما دور شركات الموارد البشرية في استقطاب الكفاءات وتطويرها لها دور مهم جدا على قول المثال أعطي الخبز خباز لها دور مهم جدا ويمكن أستاذ الكريم يعني أيضا من الشركات المنافسة رحيح اليوم لما تجي للأسواق العالمية من أمريكا إلى أوروبا إلى غيره تجد أصحاب العمل مثلا في قطاع التصنيع ما يدخلون نهائي في عملية الموارد البشرية وعملية أنه يستقطب الموظفين يعطي الجزء مثلا ما يتعلق في الموارد البشرية يعطيه لشركة مشغلة ما يتعلق في الجزئية التقنية يعطيه لشركة تقنية هو يركز على الكور بزنس يتركز على النشاط الرئيسي اللي هو التصنيع إذا افترضنا أنه مصنع بناستك يركز على الجودة وينسى كل الأمور الثانية هذا رقم واحد رقم اثنين طبعا فلسفة الأسناد أو الأوتسورسينج بانباور هذه من نهاية الستينات تقريبا طالع ومهمة جدا يعونها الأسواق الأجنبية لأنها تعطيك ما يسمى بالفكست كوست التكلفة الثابتة أعرف أنه أنا تكلفتي من هنا لنهاية السنة هذا هي فأركز على المنتج الرئيسي ويكون دور شركات الموارد البشرية دور مهم جدا في الأسواق الثانية جيد استاذ بندر ماذا عن دور المؤسسات التدريب المتخصصة في تنمية المهارات الخارجين؟ طبعا أنا أعزل أن هذا الدور مهم جدا من المؤسسات التدريب ومعاهد التدريب بيئات التدريب ورش العمل كذلك بإخراج برامج نوعية متخصصة تنقل هذه المعلومات إلى باحث العمل أو من هو يعمل الرأس العمل فيتطور من مهاراته بشكل كبير هذا بلا شك مؤثر كبير على السوق ومثل ما تفضل أخي أبو تركي عملية التأثير على هذا الشخص في تحديد جودة مهمة ليقوم فيها في التنفيذ وفي أثناء الوظيفة بيعطيك مخرج حقيقي دقيق لن يأتي هذا إلا بمعلومات مسندة من خلال البرامج التدريبية جيد أنت تحدث عن التدريب على رأس العمل هذا يقودني لسؤال بشكل أدق كيف يشكل هذا التدريب على رأس العمل إضافة لمسار الموظف الجديد مهم جدا التدريب على رأس العمل يعني من أهم الأشياء التي نجحت يعني نجحت توطيم في أرامك السعودية فيها من 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 عقود عملية التدريب على رأس العمل هذه البرامج مهمة جدا الموظف لما يتدرب يعني يتدرب أكاديميا كتاب وسبورة غير تماما عن أنه يتدرب في بيئة عمل ويعمل يعني يشتغل بيده على دولته تماما مختلف جيد استاذ بندر اسمح لي أسألك سؤال أخير ما هو دور استراتيجيات التطوير والتدريب في رفع أداء المنشآت طبعا السؤال هذا تقريبا نحن ممكن نتوجه إلى القطاع التدريب ذاته لديهم استراتيجيات يعني مبنية وتقدم نموذج جيد للمتدربين إذا كنت أتكلم عن نظرة الشخصية فالاستراتيجيات إذا لم تكن مبنية على أهداف المنظمات أو على أهداف المؤسسات أو على أهداف الرؤية على سمثال حاليا ممكن يكون الهدف التدريبي مخرجات معينة لا تتوافق أصلا مع إحتياجات السوق فما رح أجيب مثلا برنامج تدريبه وإهدافه تتكلم عن حقبة مضت من الزمن وأروح أقدم إحنا اليوم في عالم العولمة وفي عالم التقنية ونمارس برامج مختلف وتقنية فأعطي فيها نتائج ما رح تكون أصلا إيجابية وما رح تكون محققة للهدف الأسمى للمؤسسات الشركات أو للرؤية التي تقدمها بعض الجهات أستاذ علي أختم معك بسؤال أخير ما هي فيما يخص استراتيجيات التطوير والتدريب ما دورها في رفع أداء المنشآت دور مهم جدا 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 في المنشآت وقبل جاوبك على سؤالك عندنا تجربة أستاذ الكريم في اتحاد الأمن السيبراني أتمنى تجربة المعسكرات شيء خرافي تتكلم عن مخرجات حقيقية هذا الشيء الذي يحتاج له سوق العمل السعودي وهذه نموذج مشرف جدا ونموذج يقول لك تفضل هذا الموظف أو هذا الخريج على أعلى كفاية ممكن تلقاها في الأسواق حتى العالمية هل هذا الأسلوب بدأ يعني أخذ أسلوب مهم جدا نجح فيه اتحاد الأمن السيبراني وأعتقد أنه نجاح اتحاد الأمن السيبراني ونجاح المعسكرات لأنه القرار قرارهم يعني الفكرة فكرتهم والقرار قرارهم والتنفيذ تنفيذه فلذلك نجحه وما فيه تداخل بين مجموعة من الوزارات ولا مجموعة من الجهات الحكومية والمستفدين من هذه البرامج هل وجدوا فرص وظيفية مباشرة بعد انتهات البرامج؟ أنا أزعم أنه أنه لا فيه أي خريج من معسكرات طويق جلس عاطل شهر شهرين وعندنا كذلك في شهر نستقطبنا من الخريجين هذا نعم جيد جيد الأستاذ علي الحربي الرئيس التنفيذي لدولية الموارد البشرية والتوظيف وكذلك أستاذ بندر موسى نائب الرئيس التنفيذي لشارك لأعمال التقنية والاتصال شكرا لكم أن كنتم معنا في سوق العمل شكرا لكم مشاهدينا فاصل قصير ونعود إليكم أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى أبرز أرقام وإحصائيات سوق العمل لهذا الأسبوع والتي نستعرض فيها عدد المشتغلين الخاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية ولوائح التأمينات الاجتماعية والذي انخفض في الربع الثالث من العام الماضي بحوالي أربعين ألف حيث بلغ أكثر من تسعة ملايين وأربعمائة ألف مقارنة بالربع الثاني بشكل السعوديين منهم قرابة الثذ متجاوزين الثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنين وأربعين وبلغت نسبة الذكور منهم ثلاثة وستين فاصل ستة في المائة فيما يشكل الإناث ستة وثلاثين فاصل أربعة في المائة أما إجمالي عدد غير السعوديين فبلغ أكثر من ستة ملايين يشكل الذكور منهم 95.3% فيما بلغت نسبة الإناث 4.7% و إلى سؤال الشارع لهذا الأسبوع يعبر بعض الناس أحياناً عن أمنياتهم بالعمل في مهن غير التي يعملون بها إلا أن الحظ لم يحالفهم لأسباب مختلفة سألنا الناس عن رغباتهم المهنية التي يتمنى لو كان بها نتابع برمجة الكمبيوتر أو مهندسة الكمبيوتر و برمجة الكمبيوتر و أنا قاعدة أشوف أن هذا الأيام الناس يبغون يشتغلون في برمجة الكمبيوتر أكثر لأنها أول شيء الراتب عاري هذا شيء الناس كلهم يحبونه و وش اسمه؟ ويمديك تغيرين العالم فيه تسوين تطبيقات تخدم البلد والله أتمنى أشتغل في العلاقات العام طبعاً فرصة التدريب حالياً شبه من عديمة فأتمنى فيه فرص تدريبية لنا كحديثي انتخار لشأن نكون جاهزين للسوق العام فوحدة من الأشياء اللي أنا أطمح لها كشخصية يمكن ما تكون يعني غريبة على أحد لكن أنا أتمنى أن يكون يعني سياحي موجه سياحي للأجانب يجون عندنا في السعودية لأنه عندنا حينها تضاريس جميلة ممتازة جداً خصوصي في مرحلة منطقة نيوم المناطق هذه كلها زرتها يسمونها منطقة فيرجن لاند واللي هي أرض خصبة يعني ما قد صارت وأعتقد أنه هذه من الأشياء اللي أنا أطمح لها لكن ما أشتغلها بذن الله أنا الحين بالثانوي بتخرج حاب أدخل تخصص المحامة عشان أدافع عن حقوق الناس مهندسة مع مارية لأني وانا صغيرة كنت أحب كذا يعني حتى لما نأدخل في الهل أو نزور ناس من أقاربنا أرجع البيت أرسم المخطط حق البيت لأني أحب هذا الشي بس بوقتي ما كان فيه شيء زكي بتخصص ترياضيات أقرب شيء لاندسة أنا حالياً معلمة وجداً مستمتعة صراحة بوظيفتي مستمتعة بمهنتي مستمتعة بالأولاد ممكن لأن ممكن بحكم أني أم أولاد وصار الآن دمج وأقدر أدرس أولاد فمستمتعة أكثر مشاهدين اللقاء يتجدد بكم الأسبوع القادم في قضايا وملفات جديدة من سوق العمل انتهت حلقتنا لهذا الأسبوع شكراً على كرام المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر